السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنقوم بتحليل مباراة نهائي كاس العالم للأنديا والتي جمعت بل بلو الشيلسي الإنجليزي وفارق بالميراس البرازيلي والتي همنا أكيد هو الشيلسي بقيادة المدرب الألماني توماس طوخيل والتي أول شيء داره بعد التعافي من الفيروس وقيادة الفارق في النهائي هو استبعاد حاكم زياج من التشكيل الأساسية بحيث يفضل يدخل بالتشكيل 3-4 ثلاثة في حراسة المرمى إدواردو مندي والتي يدفع أندرياس كريستنسن البرازيلي تياغو سيلفا وأنتون يورو ديقير أما كدهير أيمن سيزار أسبالي كويتا وكدهير أيسر كاروم هونسونو دوي في خط الوسط الفرنسي الرائعي نقوله كنتي بجانبي ماتيو كوفاتيش أما والتي يدفع الانجليزي موصن موش والألماني كايهافيرز إضافة إلى الدباب البلجيكي يارو ميلو لكاكو وفي انتظار دخل حاكم زياج رأينا في بداية المباراة رغم السيطرة للبلو الشيلسي وإستحوادي على الكورا إلا أنه كان يلقى صعوبة كبيرة في الوصول لتولة الأخير من ملعب الخصم بسبب تكتل وطنطيم الجيد لدفعة بالميراس لهذا الأخير فقط كانوا يعتمدوا على المرتديج خصوصا من اللاعب دودو اللي كان يشكل خطورة على مرمى السينيغالي إدواردو ميندي إضافة إلى اعتمادهم على الكورا تابيتا وأيضا فارق بالميراس كانوا يواجهوا مشاكل كبيرة في إخراج الكورا وبناء الهجمة من الخلف بسبب التقط العالي للبلو الشيلسي على دفعة البرازيلية اللي كانوا فقط كيشيت توركورا للأمام ولكن يحسب لهم أنهم صندوا ضد الهجمات والتقط العالي لفارق الشيلسي وبكل أمانة وبكل حيادية بداية الشاو الثاني كان على توماس توخيل يقحم حاكم زياش منذ البداية لأنه هو الواحد اللي غد يعطي اللمس اللي غد يضرب دفعة الخصم أو بمجهود فرضي يخلق الفارق ولكن فاجئنا أنه دخل أمريكي كريسيان بوليزيتش مكان الإنجليزي موصن موت ولكن وخيك الحد كان مع توماس توخيل بحيث شيلسي يقدر أخيرا يفك شفرة دفعة بالميراس بعد عرضية من كالم هوتسونو دوي على رأسية البلجي كيروميلو لوكاكو ليسجل هدف جميل جدا فعلا غول بشري الله مبارك وزيد في ذلك ولكن الحد للتوماس توخيل ما طولش بزيف وجاء هدف تعادل عن طريق دربة جزاء من اللاعب رفاييل من بعد عاد شفنا المدير بتوخيل دخل لنا حاكم زياج في الأشوات الإضافية وبالي نجليا فارق تشيلسي أصبح أكثر خطورة في تواجد المغربي خصوصا على مستوى الكورة التابتة وأيضا طيناميكية ديالو في الجبهة اليومنا واللي اعطال كثير من الحلول للخط الأمامي ولو كان زياج دخل منذ بداية المباراة أو على الأقل في الشوء الثاني كان الحال ديال فارق تشيلسي قدي يكون أفضل وأحسن ولكن قدر الله ما شاء فعل عموما المباراة كانت ممتعة ورائعة تقائق للعبة حاكم زياج دار فيها مستوى كبير وكبير جدا وهاتش لك يهمنا أكيد من هذا الشي كامل وفي الختام كيف قرأ أيدي لكم وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلام